بسم الله الرحمن الرحيم الأحبة فلا تحرموني من دعائكم يذكر أن بسمة تشارك في تقديم برنامج كل يوم على قناة أون إلى جانب الأعلامي خالد أبو بكر لكن صدر قرار بإيقاف البرنامج لحين تنفيذ خطة لتطويره ولم يكشف أحد عن طبيعة العلاج اللي ستتلقى في الخارج وتوقع البعض أنه له علاقة بمرض السرطان اللي أصبها منذ سنوات وانهالت على صورة بسمة مئات من الرسائل من جمهورها اللي توجه إلى الله بالدعاء من أجل أن تعود سالمة بعد رحلة العلاج حيث قال أحدهم ربنا يديك الصحة والعافية وتركع لنا بألف سلامة إن شاء الله وأضاف آخر ربنا يشفيك ويعافيك ويطمن عليك وتفضلي متقلقة ودايما ومنورة الدنيا كلها وتابع آخر ربنا يشفيك ويعافيك من كل سوء وترجعي بألف سلامة وكانت بسمة قد أصيبت منذ سنوات بمرض السرطان وقالت عنه أنا وصفته إنه مش بس مرض دي معركة حقيقية ومهما الواحد اتكلم عن معركته ورحلة المرض هيفضل من الصعب وصف بعض اللحظات اللي عدت عليه وقالت بسمة الدكتور قال لي للأسف سرطان يا بسمة الجملة تسمعتها من الدكتور بتاعي بعد الكشف والتحليل لقيته بيقولها لي علشان ألاقي نفسي في لحظة وبدون تفكير بقوله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني فيه مصيبتي واخلف ليه خيرا منها وقعدت أردتها بشكل فاجئني أنا شخصيا وأضافت بسمة ما فكرتش كتير علشان إجابتي كانت قدام عيني كانت بتتجلف بسمة الأمل على وشوش اللي بحبهم السبب الحقيقي اللي كان مخليني عايز أحارب وأعيش هم أولادي اللي بحلم أشوفهم بيكبروا قدامي أشوفهم بيتخرجوا ويتجوزوا وجوزي حب عمري اللي شفت الخوف في عينيه والخوف من الخسارة وأهلي وأخواتي كل دول هم أمل حياتي اللي عشانهم كان لازم أحارب وأخوض المعرقة دي كان لازم أحاول أغلبه وأحاول أعيش ووصلت بسمة حدثها كنت بسمة عصود بيتردد في وداني يا أغلبه يا يغلبني كنت بقوي نفسي بالصوت ده علشان أقدر أكمل المعرقة وقالت بسمة كان الدكتور يبقى عايز يقول للأعراض الجانبية للكيماوي أو العلاج كنت بقوله مش عايز أعرف وشعري لما كان بيقع قلته ماله ربنا كريم وبيعوض وهيعوض واختتمت بسمة حدثها وقالت ما تفتكروش من الكلام ده إن قوية أو إن يعني كنت قادر قوي بالعكس كان فيه لحظات انكسار لحظات ألم واجع محدش أبدا هيعرفها ولا هيحسها زي ما أنا حستها بس مع كل لحظة ألم كنت بدور على باب للأمل في ضحكة ولادي في تبطابة جوزي في حضن أهلي أصل كلنا عندنا شخص بنحبه وبيعز علينا فراؤه وأنا ما كنتش مستعدة أفارق خصوصا لو الخيار متروك لي ترجمة نانسي قنقر